وبدورها أبرزت صحيفة واشنطن بوسي الأمريكية تصريحة المتحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوط لقناة أكستر نيوز قالت الصحيفة أن صفوط أكد لأكستر نيوز أن خمسة زوارق تمكنت من جعل السفينة تطفو مرة أخرى في عملية منصقة وقال إن عطلا فني في ألية توجيه القارب تسبب في صدامه بضفة القناة وأن الملحة للسفن الأخرى التي تمر عبر القناة عادت إلى طبيعتها شكرا